يعني يبدو أو بدى واضحاً أن العراقيين عليهم أن يدفعوا أثماناً باهظة فبرة هذه الأثمان تدفع من الداخل نتيجة لأنه السلطة الحاكمة أو القوى السياسية الحاكمة لا تجيد فن اللعب السياسي ولا تجيد فن الإدارة ولا تستطيع أن تصنع مشهداً مرضياً للناس ومرة العراقيون يدفعون أيضاً أثماناً عن سيادتهم وكرامتهم نتيجة للقرارات الدولية الظالمة التي تعرض لها العراق وهذا الضرر وذاك الضرر هو أيضاً سببه الطبقة السياسية سواء التي تحكم اليوم أو التي كانت تحكم بالأمس الناس دائماً تنظر إلى الحكام على أنهم هم الذين يجب أن يؤدوا أدوارهم تجاه الناس وتجاه البلد وتجاه سيادة البلد بالشكل الذي يقدم لهم نموذجاً يحفظ لهم هيبتهم وكرامتهم وخبزهم بعد عام 1991 أو بعد غزو الكويت هذا الكلام الذي يدور في الأروقع والآن تشكل له لجان لترسيم الحدود ما بين العراق وما بين الكويت أكثر من ثلاثين قرار صدر من مجلس الأمن بخصوص هذه القضية هذا اليوم اللي أنا أريد أناقشه وننطبيه إلى المواطن وحتى إلى المسؤول حقيقة هذه القرارات التي صدرت والظلم الذي لحق بالعراق من جراء هذه القرارات وكيف أن السلطة الحاكمة اليوم لم تحرك ساكناً تجاه هذه القرارات الدولية المتحفة وخصوصاً أنه القانون الدولي الآن يتيح للحكومة العراقية الاعتراض لأن فيها تجاوزات وخروقات قانونية ولما أريد أن نسولف ما أريد أن نسولف صفصة أو ما أريد أن نسولف تصفيط مثل الطبقة السياسية التي تراهن على سياسة التجهيل حتى تمر هذه القرارات أو تلك وتبقى أن تتقاذف الكرة بين هذا النظام وذاك النظام لا أبرز القرارات قرار 687 اللي صدر عام 1991 اعتقد هذا القرار اللي تم وقفه وقف بإطلاق النار قرار 733 اللي صدر عام 1992 قرار 833 اللي أيضاً صدر عن مجلس الأمن بخصوص ترسيم الحدود وراح نجي اليوم نفكك هذه القرارات ونشوف هل فعلاً العراق تم ظلمة من مجلس الأمن نتيجة لفساد ورشاة وتقاعز في المرحلة التي كان فيها ولماذا هذه الحكومات الحالية لم تطلعنا على الحقاق وخصوصاً في الحدود البحرية ليش العراق تنازل ولماذا الكويت تمادت لسنا أقصائيون الكويتيون أشقاؤنا وإيران دولة جارة مسلمة ونريد أن نبني علاقات متوازنة مع هاتين الدولتين ولكن الذي يبقى خطاً أحمر هو التجاوز على السيادة العراقية هذا اليوم اللي أنا أريد أناقشه وليد يصل للمختصين ويصل إلى عامة الناس كيف هو الظلم الذي حصل على العراقيين من المنظمات الدولية ومن مجلس الأمن في ثلاثين قراراً الحكومات العراقية هل لديها القدرة على أن تلغي هذه القرارات؟ اشتركوا في القناة